أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية عن تسليم ستة مباني سكانية تضم 124 وحدة ضمن مشروع لتطوير قرية وصل قطاع غزة بتمويل من صندوق الكويتي للتنمية ضمن منحة لإعادة إعمار القطاع وقال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني الدكتور مفيد الحسينة أن المشروع يتضمن 67 وحدة لمن دمرت منازلهم في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 إضافة إلى 57 وحدة للأسر الفقيرة والمحتاجة بالقطاع ويأتي هذا المشروع ضمن المنحة المقدمة من الكويت والتي تقدر بحوالي 200 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة هذا وأعرب الحسينة شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني بالمحافل الدولية وعلى إعادة إعمار قطاع غزة